قال مصدر عسكري ان جيشنا الباسل قضى على عدد من الارهابيين في درع البلد ومخيم النازحين من بينهم عمران عبد الرحمن العيدي متزعم عصابة ارهابية وبرفقته خمسة ارهابيين من جنسيات غير سورية مما يسمى كتيبة المجاهدين بدرع دمر عدد من تجمعات الارهابيين واوكارهم في قرى وبلدات صيصون وشبرق ونافع بريف درع واوقع الارهابيين قتلى ومصابين واضاف المصدر ان وحدات اخرى دمرت اسلحة وذخيرة بحوزة ارهابيين كانوا يرتكبون جرائها سلب ونهب وقتل وتخريب في بلدة جاسم واوقعت اعدادا منهم قتلى